بقول ايه اذرونا تجدوا ما يسركم فعل انا فان الناس تروح تجد ما يسرها انت الاول قلت مع احنا الاول مع البسطاء ومع الناس الغلابة اللي زين لازم نوفر لهم كل حاجة بسعر بقال الاسعار واجود الاسعار للسلعة حلو جدا طيب خليني الاول هسأل على خريطة المواقع ايه بسم الله الرحمن الرحيم كانت في تعليمات من الكريمات السياسية بتجهيز معارض اهل رمضان قبل المسلم ب13 تشهر وهذا ما تم تنفيذه بالفعل بين 13 شهر موجودين في ارض المعارض فتحنا اول معرض في الطلبية تاني معرض كان في 6 اكتوبر تالت معرض الرئيسي في ارض المعرض في مدينة نصر في اجبال متزايد في اعلى الحدود فيه ثقة من المستهلك دلوقتي انه هو يقف على المجمعات السيغرقية بصفة عامة سواء كانت نيز سواء كانت اهرام سواء كانت اسكندرية او اي شركات تابعة للشرقة المصرية جميع الشركات التابعة للشرقة القبضة للصعادة الغزائية وهم سبع شركات كلهم في امان من المغطنين ياخدوا حاجتهم كلها من شركات تابعة للزرطة طويل لانها كلها شركات خدمية اولا فيه رقابة صحية فيه تأمين ماينفعش اجيب سهر على حساب الجودة فيه رقابة صارمة من الشركة القبضة للصعادة الغزائية هناك ادارة للرقابة والتنفيذ لا يتم معرض اي سرعة الا بعد مرورها للرقابة والتنفيذ فيه تأمين القبضة للصعادة الغزائية حلو جدا فانا كده بضمن الجودة ده ده نضع الجودة الحمد لله لا عمر الجودة بتعرض مع السعر حلو يعني ما لاقيش في رقب 65 اقولك لا ده هتمثل سن ده هتراحيطها كذا استطلاقا السعر عمره ما يكون على حساب الجودة ماشي الاول عملنا اول تلتة معارض رئيسية على مستوى القاهرة ثانية عندنا 313 فرع في شركة النيل تم تحديد 100 فرع فيهم تم تحديد روكن اهل الرمضان كل السلع المستوى الموجودة في المعارض بالاسعار المخفضة تعرض في هذه المنافس هذا بالاضافة عندنا مشروع جمعيتي 512 مركز توزيع لمشروع جمعيتي اللي هو البدالي التوميني في شركة مصرية العامة شركة مصرية والشركة العامة ما خدناهمش كلهم طبعا خدنا منهم بـ 2-2-2-8 فرع ماشي برضو نفس القصة في كل مجمع تابع لمشروع جمعيتي هناك روكن اهل الرمضان يتم طرح فيما يتم في المعارضة الخارجية يتم رفع هذا